ترجمة نانسي قنقر وهو نتاج تاريخ حافل وصولا إلى الملكية الدستورية في العهد الزاهر لجلالة الملك المفتة حقيقة الحديث في تاريخ القضاء البحرين حديث شيق ونظر لعدم معرفة البعض بالتاريخ الحقيقي للقضاء البحريني القضاء البحريني بدأ مبكرا مستقلا والدليل على ذلك من 1783 كان هناك بذور الدولة البحرينية وضعت البذور في 1783 في هذه الفترة كان القضاء مستقلا والدليل على ذلك أن الحاكم كان لا يتحرك إلا بقضيه الشرعي وكان استقلال القضاء متمثلا في القاضي الشرعي لذلك كان الحاكم يجلس على يمينه قاضيه الشرعي أو يجلبه معه في كل تحركاته فبالتالي قضاء مستقلا من ذاك الوقت وبالتالي كل الإنجازات التي تحققت في ديسمبر وما تلاه من دستور 73 وما تلاه من ميثاق عمل وطني بالإضافة إلى الدستور المعدل 2002 والملكية الدستورية هي نتاج هذا التاريخ فبالتالي قضاء حقيقة قديم ومستقر ونزيه ومحايد فهذا من حيث التاريخ ومن حيث التاريخ حقيقة عندما المجتمعات تعترف بالدولة تتكون الدولة تبتدي المجتمعات تنتظم ولذلك منذ بذرة عناصر الدولة في البحر 1783 فالجانب الدستوري يقول أن عناصر الدولة هي ثلاثة الشعب والأرض والسلطة السياسية فإذا كان في ذاك الوقت في ذاك العصر لتقريب الصورة حقيقة أنا قلت هذه في عدة مقابلات لتقريب الصورة 1784 كان أول اجتماع في فلادلفيا لاستقلال الولايات الأمريكية و1789 كانت الثورة الفرنسية ونحن في 1783 كانت بذور الدولة وبالتالي كان هناك يعني العناصر توافرت وبالتالي أن تضام المجتمع كمجتمع قانوني مدني يلتزم بالقانون بغض النظر عن الفترة التاريخية التي صار فيها لاستقرار الدولة هذه طبيعية في كل مجتمع فإذلك نفخر بأن قضاءنا قديم ومستقر واليوم بمشروع جلالة الملك المثاق العام الوطني ومشروع الأصلاحي حقيقة نؤكد ما كان سابقا وما كان قديما بأن القضاء كان مستقلا وما زال نزيها محايدا مستقلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر